السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأن يشارك النجاحنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة الثالثة والثلاثون الجزء الرابع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حتتعلم أنه كيف تكون أنت مدرب محترف ببعلى الكلمة حتبدأ تتعلم إن شاء الله أنه كيف تقوم بترتيب وتصميم الحقيبة التدريبية من الصفر إلى الاحتراف وما هي الخطوات اللي لا بد أنك تعملها أثناء ما تسوي الحقيبة التدريبة خلونانضح لكم معك في طول مباشرة طبعا احنا في اليوم الأول أخذنا المقدمة واليوم الثاني أخذنا الحجائب وعرفنا إيش أعل الحجائب اليوم الثالث أو الجزء الثالث اللي هو المحور الثلاث مكونات للحقيبة التدريبة وتعرفنا على أنه في معنى أكثر من يعني سبعة مكونات إلتامن مكونات للحقيبة التدريبة طيب الآن اليوم إيش هنتعلم ركزوا وشوفوا اليوم الأروا解 طبعا أنا كاتف لكم هنا 15 دقيقة هي أكثر من 15 دقيقة سامحوني ليش لأن نشوف على التفاصيل حذكوا لك بها شوف 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 التفاصيل شوف التفاصيل هذه محاضرة اليوم محاضرة اليوم دسمال المعلومات اللي حتتعلمها في هذه المحاضرة بالتحديد قلت لك لن تجدها في أي مكان ربما لن تجدها حتى في دورات مدفوعة ليش لأني بجيب لك خلاصة الخبرة بجيب لك الأشياء اللي أنا فعلا بمشي فيها أثناء ما أجهز حقيبة تدريبية وأثناء ما أجهز حقيبة تدريبية خلونا نبدأ أولا شوفوا ركزوا معنا هنا هذه المحاور طبعا أيش معنى المحاور أي محاضرة تدريبية أو أي حقيبة تدريبية لابد أن تحتوي على هذه المحاول في معنى أول حاجة سمن مكونات لأي حقيبة تدريبية فمثلا في معنى المكون الأول الإعلان العنوان غلاف الحقيبة مقدمة ملفتة وطبع فيها أنشطة على أساس تكون حقيبة تفاعلية وفي معك الموضوع الأساسي اللي أنت حتتكلم عليه وبعدين في الأخير خاتمة الحقيبة التدريبية وكذلك إيش المرحقات اللي ممكن أنك تضيفها للجمهورة طيب خلونا الآن مثلا الإعلان أنا حقول لك الإعلان هذا عبارة مكون الإعلان موجود بداخله محاور كيف تجهز الإعلان كيف تسوي الإعلان حبدأ أكلمك الآن يعني ما هي الأشياء اللي بتجري خلف الكواليس يعني كيف بيعمل المدربين كيف بيجهزوا حقيبتهم التدريبية أو محاضرتهم التدريبية طبعا تنركز معي هنا في معنى أولا الإعلان محاور هذه النقطة الأولى أول حاجة خلونا اتفقنا وانتوا سامحون يمكن هذا الفيديو يكون مدة أطول من 15 دقيقة ليش لأني والله قعد يكلم نفسي يا باكر ضروري تجيب لأم كل المعلومات يا باكر في معك شخصيات مبتدئة من الصفر بتتابعك مش عارفة أول مرة ممكن أنها تدخل في مجال التدريب فلا تقلت أنا بادئ لك من تحت الصفر من تحت الصفر إن شاء الله يعني أنت إنسان مبتدئ في مجال التدريب وتريد أنك تكون مدرب محترف والله أني جهزت لك أشياء من تحت الصفر أجهز معك إن شاء الله وحمشي معك اليوم بالتحديد في خطوات عملية تركزوا في معنى مثلا كل يعني مكون له محاور إذا عرفنا أولا إيش معنا المحاور في فرق بين المكونات يا شباب وفي فرق بين المحاور المكونات هي حاجة ضرورية في أي حقيبة تدريبية ضرورية ضرورية مهمة جدا المحاور ممكنها تكون قليلة ممكنها تكون كثيرة هذا يدل على مدى خبرتك وجودتك في إنتاج الحقيبة التدريبية يلا خلونا أتقي معكم طبعا أولا ذكرنا الإعلان الإعلان قلناه مكون من مكونات الحقيبة التدريبية رجاءا غاية الرجاء فرق بين المكونات وبين المحاور لا تسلط الأمور ببعض هالبعض إذن المكون يوجد كل مكون بداخله محاور كل مكون يوجد بداخله محاور طيب جميل جدا فمثلا هنا الإعلان يا أستاذ باكر هل هذا الإعلان لهم حاور أيوان لهم حاور أول حاجة لابد أن تبدأ بجملة ملفتة كيف يعني تبدأ بجملة ملفتة طبعا أنا جهزت لكم جهزت لكم 150 كلمة ملفتة في وين؟ في المحاضرة الثامنة من هذا الكورس من كورس التسويق الإلكتروني الشامل دخل على قناتي دخل قوائم التشغيل حتجد كورس اسمه التسويق الإلكتروني الشامل موجود في المحاضرة الثامنة إنه كيف تختار عنوان العناوين القاتلة موجود بداخلها أكثر من 150 كلمة أنا جهزتها لك 150 كلمة استخدمها في الإعلان الخاص بك استخدمها في أي شيء ففي معنا مثلا جملة ملفتة كيف يعني جملة ملفتة؟ خليني نبدأ معك مباشرة كتطبيق عملين قلت لك أنا حمشي معك اليوم كتطبيق عملي أولا مثلا شوفوا يا شباب والله يسعدكم قلنا أي إعلان ضروري إنه يتكون من أيش؟ هام جدا تذكير إذن هذه جملة ملفتة هام جدا تذكير مع رمز إيموجي هذه كلمة ملفتة بث مباشرة عبر منصة اليوتيوب أنا الآن قاعدة جهز الإعلان الخاص بهذه المحاضرة هذه المحاضرة بالتحق قاعدة جهز الإعلان الخاص به أشوفك بجهزه أوكي أو حصريا ولأول مرة بعنوان إذن هذا المحور الثاني إذن قلنا المحور الأول جملة ملفتة في الإعلان نفسه إذا تريد إنه يكون إعلانك احترافي طيب في معنى إعلان نصي وفي معنى إعلان مرئي وفي معنى إعلان المرئي نوعين معك إعلان مرئي اللي هو عبارة عن صورة إحنا عارفين له أوكي في معنى إعلان مرئي اللي هو عبارة عن فيديو إنك تروج لمحاضرة معينة طيب يا شباب الإعلان الخاص بالصورة معنى الخاص بالمرئي هو نفس المكونات لا يوجد فرد اللهم أنه فقط حولنا الكلام النصي إلى تصميم وهذا إن شاء الله حنتعلم له في متى في الجزئية الخامسة المحور الخامس تصميم الحقبة التدريبية إن شاء الله هذا في المحاضرة اللي بعد هذه مباشرة أو في الجزء اللي بعد هذا مباشرة هذا الجزء الضعر الجزء الخامس حتتعلم له كيف تصمين وتحول هذا الكلام الدش اللي أمامك إلى التصميماتي إن شاء الله أوكي يا شباب الله يسدكم وطيب في شباب في الشخصيات حتقول يا باكر قاعد تقول يا شباب يا شباب طيب ولا أخوات أوكي يا أخوات الله يسدكم طيب يا شباب إذن في معنا أول نقطة أول مشهور من محاور الإعلان أن يكون هناك جملة ملفتة ويعرفنا الجملة الملفتة ممكن أنك تقول له مثلا هام جدا تذكير بشرة سارة مباشرة الآن كل هذه كل هذه ملاحظة هامة كل هذه تعثب الكلمات ملفتة هي اللي تجعل الشخص يقرأ ويطلع على إعلانك يعني بدون الكلمة الملفتة ممكن الشخص ما يقرأ الإعلان كامل لكن بسبب الكلمة الملفتة هي اللي تجعل الشخص يركز يعني الكلمة الملفتة هي اللي تجعل الشخص على أساس أنه يقرأ الإعلان الخاص بك بشكل كامل طيب رقم اثنين تدخل مباشرة المحور الثاني الموضوع هذا وانت بتصمم الإعلان يعني كيف تصمم الإعلان الآن قاعد علمك بتصمم الإعلان المحور رقم اثنين ركز على كلمة المحور علشان تفرق بين المكون وبين المحور المحور رقم اثنين تدخل في الموضوع وانت بتصمم الموضوع حصريا ولأول مرة بعنوان كيف تختار محاور الحقيبات التدريبية خطوة بخطوة خطوة خطوة أخذنا في العنوان خلاص إذن أول حاجة كلمة الملفتة وهذا هو رقم اثنين كيف تختار قصة الموضوع مباشرة أو أنك كيف تكون مدرب محترف هذا رقم اثنين رقم ثلاثة أنك تحدد في الإعلان الزمان كيف يعني الزمان شوف أنا كيف سويتها لما حددت الزمان قلت الزمان الجمعة ثمانية وفنبر على سبيل المثال تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة أنا كنت بنزلكم هذا المحاضرة يوم الجمعة ولكن كان معي اختبارات أوكي إذن حددنا الزمان الزمان الجمعة ثمانية وفنبر تمام الساعة حد تكون محدد في وقتك طيب طيب رقم ثلاثة المكان وعندما تجهز الإعلان تكتب المكان المكان عبر منصة اليوتيوب وضع الضابط هنا مباشرة أوكي طيب إذن هذا المحور رقم كم؟ رقم أربعة المحور رقم أربعة أو المحور رقم خمسة العناصر البصرية رقم زي الله يسعدك إيش معنى العناصر البصرية؟ شوفوا أنا الآن رجعت جمعت هذا مع هذا مع هذا كامل في رسالة شوفوا كيف كان المنظر شوفوا كيف كان المنظر هذا يعني السطر الأول يعني زائد شوي وهذا زائد زائد على إيش؟ على هذا السطور اللي تحت مباشرة صح؟ مش متناسقين مش بنفس الطول مش بنفس طول السطر لو تركز لي صح؟ شوف هنا العناصر البصرية مش تمهم يعني أي شخص حيشوف الإعلان هذا ممكن أنه ما يقرأ الكامل لأنه ما في عناصر البصرية تجد بانتباع الشخص القائل لكن العناصر البصرية سر من أسرار نجاح الإعلان وإذا الإعلان ناجح معناته أنك حتحقق مشاهدة كبيرة معناته مش شرط أنه تحقق مشاهدة معناته أنه بإذن الله سبحانه وتعالى طريقة انجداب الجمهور أو المتدربين لاستماع حبيبتك التدريبية حتكون بشكل كبير جدا لأنه نجاحها من نجاح الإعلان أخي الكريم الله سعدك فشوفوا أنا كيف رجعت رتبتها شوفوا قاعد أرتب قاعد أرتب هام جدا بث مباشر عبر اليوتيوب حصرين والأول مرة شوفوا الآن تغير الشكل صح أفضل من أول ليش؟ لأنه ضفنا لها عناصر البصرية مثل أيش ضفنا العناصر البصرية ضفنا مثلا شوفها لو جي تركز كيف تعمل كيف سويت شوفها كيف كان كان من قبل ما فيها رموز إيموجي لكن الآن شوف معها رموز الإيموجي كيف أصبح الرموز الإيموجي هذه يا شباب بالله سعدكم هذه تسمى رموز إيموجي هذه رموز إيموجي اللي أول مرة يسمع هذا المصطلح طيب شوفها مرة ثانية مرة أخرى بث مباشر عبر اليوتيوب عبر اليوتيوب حصريا ولأول مرة بنفس الطريقة وأنا قاعد أرتب أرتب مرة حصريا ولأول مرة شوف 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 هذا ينفعل وين عارض تلجرام بينما هذا ينفعل الواتساب ليش لأنه موجود فيه هذا اللي هو اللون الباهت اللي يعطي يعني أيش أقول له جد زل المرس كيف تسوي تضغط هنا طبعا في كيبورد ميكروسوفت الكيبورد الخاص بميكروسوفت أي كيبورد آخر أنا مش عارف كيف تستخدمه فإيش هتروح تعمل على أساس يعني مثلا تكتب هذا الطريقة شوف أنا أقول رب أمشي معك خطوات عملية أول حاجة أعتضع هذه النجمة وبعدين تضغط لي هنا ضغطنا هنا اضغط لي هذا الاختصار وارجع نفس الفكرة ترجع للرموز اضغط هذا الاختصار نفسه مرة ثانية وارجع اضغط على وين على النجمة هذه النجمة شرطة شرطة نجمة نجال الآن في الوسط إيش نكتب؟ إيش نكتب؟ نكتب مثلا مباشرة الآن شوفوا إيش حكتب يا شباب حكتب مباشرة الآن مجرد ما أرسلها شوف كيف حترت سل شوف كيف حيجي ويشكلها لحظة بس أنا عملت يا شباب بقيقة بس خلوني رجع أسويها من جديد لأني عملت مسافة المفروض أنك ما تعمل مسافة المفروض أنك ما تعمل مسافة تجي هنا في النصف مباشرة أنه تكتب باكر شوف كيف يظهر شوف أنك ما أعمل مسافة شوف كيف يرجعها أنك ما أعمل مسافة ضروري يكون أول شرطة ملتصية بأول حرف وآخر شرطة تكون ملتصية بآخر حرف أوكي؟ يعني ما تعمل مسافة لكن شوف أنك ما أحرف المسافة يظهر لي بهذا الطريق يا باكر مثلا تغفل شوف الآن كيف يظهر كأنه مضلل عليه تضليلي مضلل عليه تضليل بلون أبيض باهد يعني باهد جدا شفاف حج يتلاحظ أنه هذه يعني بيعملها هكذا خلفية أمامية باهتة أو شفافة إذن هذا تستخدمها وين؟ في الواتساب هذا الطريقة ما تنفع يا شباب في التليجرام في التليجرام يعني ممكن أنك تضغط هذا الاختصار مع هذا الاختصار وبتكتب الكلام بينهم هنا بيظهر هذا النص أنه الشخص يقدر يعمل له نسخ مجرد ما يضغط عليه يظهر لك أنه نسخ إذن هذه بالنسبة أنه كيف تبدأ تصمم هذه الأشياء طيب يا أستاذ باكر كيف يعني نعمل الآن لما نصمم مثل هذا التصميم ويكون بهذا الطريقة والأمور تكون مرتبة شوفوا لحد الآن قاعد لكم في الإعلان وأخذنا 11 دقائق لحد الآن أنا قلت لك الفيديو هذا ممكن تكون مدة ساعة ليش لأنني حشرح لك تفاصيل التفاصيل الكواليس اللي قبل التصميم والله ما رح يعلمك إياها أحد بهذا الطريقة وبهذا الخطوات وبهذا البساطة وبهذا الأسلوب فأنا حاخذ راحتي حتى يعني بالرغم أني قلت ضروري يكون التفاعل قوي جدا إذا شفت أكثر من 500 شخص يعني كاتب لي مهتم ممكنني أضيف لكم يعني حاجة إضافية مني شخصيا في الجزء السادس يعني ممكنني أضيف لكم جزء السادس وجزء السابع إذا شفت فيه أكثر من 500 شخص مهتم ولكن لاحظت في الفيديو السابق ما كان فيه شخصيات مهتمة كثيرة جدا في الله خلونا نكمل إذا عرفنا الآن إذا قلنا رقم كم المكان العناصر البصرية الملاحظات شوف أنا الآن كتبت ملاحظة ليش؟ لأن الملاحظات يا شباب مهمة جدا إيش تكتب مثلا شوف ملاحظة هامة جدا أنا كتبت ملاحظة الزمان المكان الملاحظات البث لن يكون مسجل ولن تكون متوفر على الويتوب هذه ملاحظة أوكي؟ طيب كذلك يا شباب في معكم بعد الملاحظة اتخاذ إجراء يعني تجعل الشخص يتخذ إجراء إيش لاتخاذ الإجراء؟ أنا إيش كلمتهم في الإعلان؟ أو إيش كلمتكم في الإعلان؟ جهز دفترك وقلمك وقاختك ليش إن المعلومات دسمة؟ وأريدك تكتب رايا خطوة خطوة طيب إذن هذا اتخاذ إجراء واضبط المنبه على الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة طيب إذن جهزت الإعلان بهذا الطرية طيب يا سيد باكر كيف نسوي مثل هذا الإعلان ونصمم بهذا الطرية ويكون هكذا مرتب؟ خلوني أخذ لكم هذه الأشياء حبة حبة والله ما نشف استعجل هذا الفيديو بالتحديد ما أنا مستعجل عليه مثلا شوفوا نسخت هذا الكلام الأول خلوني أحرف هذا وبعمل لهنا بس تلصق وبنزل سطر وبنسخ السطر الثاني شوفوا أنا كيف صممت لين أصبح عند التناغم بصري جميل جدا ونزلت سطرين شوفوا ما بين محور ومحور ضروري إنك تترك فارق سطر ليش علشان يكون عندك تناغم بصري إذا ما ترك سطر واحد فارق ما حيكون فيه تناغم بصري الإعلان كامل داش ما حيكون يعني جميل جدا طيب أنا بعمل نسخ شوفوا أنا الآن قادر أرتب معكم خطوة خطوة والله ما نش مستعدل اللي بيشوف الفيديو طويل رجاء مغادر رجاء مغادر لأن الفيديو هذا مشرك الفيديو هذا مشرك يمكن نوصل لك الرابط عن طريق الخطأ أوكي طيب ها شوفوا كي بنزل هكذا جهست لحد الآن شوفوا عندما أرسله كيف هيكون شكله هذا هو شكله يا شباب مش مرتب صح؟ طيب الآن كيف هنرتبه؟ لفظه بس شوفوا كيف هنرتبه الآن عندي نلاحظ أنه مثلا نجعل طول العنوان بأطول سطر هذا هو أطول سطر صح؟ موجود هام جدا تذكير هذا هو أطول سطر خلاص نجعل هذه الأسطر يعني تصل نهايتها هنا عندي نهاية هذا الأسطر اللي يفوق علشان يكون فيه تناغم بصري ما يكون فيه أسطر قصيرة وأسطر طويلة لا ضروري يكون بنفس الطول فبضغط عليه أو خلوني أعمل له نسق على أساس أعدل عليه وهذا الأول السابق علشان نشوف الفرق بعد شوي طيب حنجي هكذا نسحب هنا هذا الأعلى الأول ونبدأ نقارن مثلا هذا كم يحتاج مسافة أعمل له كم يحتاج أعمل له مسافة مثلا خلون نجي نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة هكذا أخمن أنه أربع مسافات فبضغط على كلمة حصريا وببدأ الآن أمد شوفوا هذه أنا مجهز لها عندي هذه المدود موجودة يسبب لو تضليت ضغط هنا على النقطة حتى تجدها هذه في كيبورد مايكروسوك هذه فضغط عليها شوف حيمتد معك الحر ضغط مثلا كلمة مرة ضل ضغط هنا وضغط هنا وعمل مد أنا الآن مثلا أشوف أنه هنا عملت أربع مسافات صح؟ علشان أنه يكون نهاية السطر هذا موازئ لنهاية السطر هذا اللي في الأعلى طيب مثلا ها كيف تختار بنفس الطريقة هكذا كيف تختار مضروري أنك تكون تنزل سطر ما بين السطر الأول والسطرة يعني يعني شوفوا مثلا لو رجعت هنا إلى بداية هذا السطر ورجعت هكذا خطوة وعملت بس مسافة وعملت بس مسافة شوفوا كيف حيكون شوفوا كيف حيكون لأني نزلت سطر وعملت مسافة هذا أصبح كأنه افتروا عليه الشغلة كيف أرجع أعمل أظل ضغط عليه وعمل تعديل وأجي أشوف أي نوع السطر اللي أنا لعبت فيه هذا هو صح؟ بعنوان كيف تختار صح؟ أول حقيبة بمحاور الحقيبة التدريبية المفروض أني أجي عند كلمة الحقيبة وأنزل سطر شوف ضروري ليش؟ علشان ما يظهر لك بهذه الطريقة شوفها الحقيبة وانظهرت في السطر الأهلاء صح؟ لا أنا أريد أني أنزل سطر أريد أني أنزل سطر مهم جداً إذا ما نزلت سطر ما حيظهر لك الترتيب مثل ما أنتريت شوف العين عندما نزلت سطر كيف يرجع لي أتمنى أنه يكون الشرح واضح لأنه هذه المعلومات مهمة جداً وممكن أنك يعني ما تحترف فيها من أول تطبيق يحتاج لك أنك تمارس مرة ومرة ومرة وثلاثة واربعة وخمس وست طيب يا شبر؟ إذن بهذه الطريقة حتبدأ ترتب الإعلان إلى أن يضبط معك على أساس أنه وقت الفيديو أعلمتك أني كيف بسوي وكيف بعمل جهز دفترك وقلمك بعمل تعديل جهز دفترك وقلمك مثلاً أنا أريدها أنه يكون في معها خلفية شفافة باللون الأبيضة اللي شرحتها لك قبل شوي بضغط هنا على الرمز وبعمل هذا وبضغط هنا وبعمل هنا وبرجع إلى مثلاً كلمة برجع هنا نفس المكان أضغط هذا الرمز شوفوا الآن كيف تحول عندي برجع أضغط على الأرقام واضغط هذه حق المسافة علشان يكون غامق غامق شوفوا الآن برسل شوف كأنه بدأ عندي يترتب التجهيز صح ممكن تتعافي الإعلان بس والله 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 أن نجاح أي محاضرة تدريبية من نجاح الإعلان سر من أسرار نجاح أي محاضرة تدريبية أي حقبة تدريبية من نجاح الإعلان هذا أنا أكلمك الآن عن واقع أنا مجرب له إذن عرفنا الآن اتخاذ إجراء الهاشتاغات هذا متى نعمل الهاشتاغات لمن يكون الإعلان في نفس اللحظة تنشر على الفيسبوك تنشر على الإنستجرام تنشر حتى على اليوتيوب إذن مهم جداً أنك تكتب في الوصف أو في الإعلان نفس الإعلان النصي هاشتاغات تعبر عن الموضوع مثلاً كيف تكون مدرب هذه المحاضرة بالتحديد على أنه كيف تكون مدرب هذه كلمة مفتاحية حولتها إلى هاشتاغات الله يسعدكم شوفوا مثلاً الهاشتاغات مثلاً الهاشتاغات حتى على التليجرام مثلاً أنا عملت هاشتاغات وين راح الإعلان اللي سويته أنا سويت إعلان قبل هذا قبل هذا مباشرة اللي هو هذا هذا الهاشتاغ وبعدين عملت ما بين الكلمة والكلمة لا تعمل مساثة ما بين الكلمة والكلمة عملت شرطة صفرية ما بين الكلمة والكلمة علشان لما ترسلها مثلاً في التليجرام هتظهر لك باللون الأزغك لما نرسلها مثلاً شوفوا على التليجرام يا شباب طبعاً حمدها زلنا في المكونة الأول العنوان إن شاء الله هننتقل مباشرة إلى المكون الثاني إلى المكون الثاني مثلاً لحظة خلوني أجي أشوف منشورت بإعلانات عندي قناة شوفوا بعمل لها إرسال شوف كيف هيكون شكلها هذا هو الهاشتاك مجرد ما يضغط عليها الشخص مباشرة حيروح يظهر في زر البحث هنا شوف إيش فائدة الهاشتاكها هذا بالنسبة للتريجرام ما ريد إني أشتتك أكثر يلا خلونا نرجع للشباب التذكير تزيد تذكرهم مثلا كيف يعني تذكرهم يعني مثلا أنا اليوم بنزل المحاضرة هذه تماما ساعة 9 مساء ضروري أروح أذكر المتابعين تبعي أو المتدربين تبعي تذكير موعدنا معكم والليلة إن شاء الله تماما ساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة في أول يوم من محاضرتنا التدريبية أو في الجزء الرابع من محاضرتنا التدريبية كيف يعني التذكير شوفوا أنا كيف عامل يا شباب الله يسأتكم على قناتي على التريجرام أنا قبل ما أرسل لك المحاضرة أول شي برسل لك الإعلان مش شرط الإعلان يكون بنفس المعايير والمقاييس اللي يجهزها لك معك أوكي مش شرط شوفوا أنا أبشركم الجزء أربعة من المحاضرة 33 والله يثم والله يثم والله أنه هدية من القلب هو فعلا هدية ليش لأنني بدكلك تفاصيل التفاصيل الله يسأتكم لم يحدد الموعد أنا ما قدرتني أحدد لك موعد أوكي إذن هذا يعتبر إعلان هذا يعتبر إعلان ترقبوا غدا الجزء الثالث إذن هذا تذكير تذكير مهم جدا أنك تكون تعمل تذكيرات أوكي يا شباب الله يسأتكم إذن بعض الطريقة ضروري أنك تكون تعمل لهم تذكير موعدنا معكم اليوم حتى تذكير قبل بدء المحاضرة بنصف ساعة بعشر دقائق بخمس دقائق مهم جدا على أساس أنه تخلق حماس عند الشخص المستمع إذن هرفنا الآن إيش محاور الإعلان محاور أي إعلان ناجح به جملة ملفتة موضوع زمان مكان عناصر بصرية العناصر البصرية بتكون أكثر جاذبية لما يكون في موجود معها تصميم تصميم إما صورة أو فيديو هذه بتكون أكثر احترافية ملاحظات تذكرها مثلا إذا يوجد ملاحظات إذا لا يوجد مش شرط هذا المحاور المحاور هذه يا شباب من باب الكمالية على أساس يكون إعلانك متكامل وجدد بشكل مئة في المئة طيب الآن تعالوا للعنوان العنوان أنا ذكرت لكم بالتفصيل كيف تكتب عنوان احترافي وما هي أمواع العناوين أول شيء من محاور الإعلان على أساس أنه يكون جذاب أول شيء ضروري على أساس أنه يكون احترافي يكون جذاب شرط أساسي يكون جذاب يجذب النظر يجذب الشخص أول ما يقرأه يعني ضروري أول كلمتين تذكر فيها المشكلة الخاصة بالشخص اللي يعاني منها وأنت بتقدم له كحل ضروري في عنوانك تذكر على النقطة سواء أعلن فيسبوك سواء أعلن لفيديو سواء أعلن لمحاضرة سواء أعلن لأي شيء أو عنوان لأي شيء مهم جدا أنك تذكر في بداية العنوان حاجة جذابة وملفتة للشخص اللي يبحث عنها إما مشكلة أو حل طيب رقم 2 نكون بحثي أنا ذكا العنوين ما حدخلك في تفاصيلها لأنني جهز لك المحاضرة الثامنة من كورسة تسويق الإلكتروني الشامل الموجود على قناتي في اليوتيوب ما حدكون شباكا الداخل حتظهر لقناتي ادخل قوائمة تشغيل حتجد كورس أو قائمة تشغيل يعني فيديوهات كثيرة جدا بده تطلع على المحاضرة رقم ثلاثة أو أقسط رقم ثمانية اسمها عناوين قاتلة تدخل على هذا الفيديو هتتعلم كيف تكتب عنوان خطوة بخطوة خطوات عملية هنا شرفت لك طيب كذلك يكون من المحور رقم ثلاثة في العنوان أن يكون ملفت للانتباه أكيد جذبه ملفت للانتباه في نفس اللحظة فيه عناوين جذبه لكن غير ملفتة للانتباه كيف يعني جذبه؟ يعني تشوف التنظم البصري لها جميل جدا لكن الكلام الموجود اللي موجود بداخل ما يثير الفضول لدى الشخص القارب يعني يجذب لكن ما يثير الفضول أنه يدخل اللي يقرأ اللي داخل رقم أربعة المحور رقم أربعة ضروري أنه يكون قصير ما بين ستين إلى سبعين حرف كذلك يا شباب كلمات تكون الكلمات الموجودة في العنوان كلمات قوية أنا شرحت بالتفصيل وديت لكم وأعطيتكم مئة وخمسين كلمة قوية تستخدمها في عنوانك مئة في المئة فيكون عنوانك احترافي بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك ممكن يكون نوع من أنواع العناوين يكون عبارة عن سؤال أو حاجة بتخيل الفضول لدى الشخص مثلا القرية المهجورة أو المعلومة النادرة بهذا المعنى بهذا المسترحات أنا ما أعمل لك الآن أصفضيهني كذلك يكون له علاقة بالمحتوى هذا العنوان محور من محاور العنوان يكون له علاقة بالمحتوى ما يكون العنوان في وادي والمحتوى في وادي العنوان في وادي والمحاضرة في وادي ثاني ما ستنجح ما ستنجح أنت هنا تعتبر يعني محتال بتضحك على الآخرين يعني فقط بتوهمهم بالعنوان ولكن لما يدخلوا يشوف المحتوى محتوى خارج عن الموضوع بشكل كامل ممكن هذا يؤدي إلى إيش إلى التفاعل عندك بيكون قليل جدا سمعتك بتقل يعني سمعتك السيئة بترتفع والإيجابية بتقل كذلك يكون بارز يوجد فيه تناغمات بصرية ما تروح تكتب لي أي عنوان إذن هذا بالنسبة للمكونة الثانية وما هي المحاورة اللي لابد أنها تتوفر فيه طيب الآن ننتقل للمكون الثالث غلاف الحقيبة التدريبية هذا إن شاء الله حنتعلم لي عم غدا كيف نصممها كيف نسويه كيف نجهز لكن اليوم خليني أعطيك كمحاور غلاف الحقيبة التدريبية يظلون يكون الأدوان جدابة يعني البعض بيجي يختار ألوان أي كلام أي كلام والله اختياره للألوان مشكلة تجد هذا الشخص يعني الألوان ما في تباين في الخط ما في تباين في الرموز ما في تباين في الأشكال الموجودة في غلاف الحقيبة التدريبية شرط ضروري ومهم جدا أن يكون عندك أول شيء الألوان تختارها بعناية وهذا إن شاء الله حنتعلم له متى الجزئية الخامسة أثناء ما نصمم طيب كذلك الخط ضروري أنك تختار الخط ضروري أنك تختار يعني خط رائع والله العظيم في شخصيات ما شاء الله اختياره للألوان جدا رائع اختياره للخلفية جدا يعني ما شاء الله تشوف هذا الشخص متمكن وتقول أنه مصمم لكن لما تجي إلى الخطة الخاصبة خطة أي كلام يعني مش متناغم مع التصميم وعلى إن شاء الله يوم غدا أو في الجزء الخامس حنتعلم به طيب كذلك الشعار ضروري أثناء ما أنت بتجهز يعني مثلا الخلافة الخاصبة ضروري أنك تضع الشعار الخاصبة مثلا يا شباب خلوني أجي أشوف الشعار قد ربما يكون صورة قد ربما يكون أي شيء على سبيل المثال على سبيل المثال خلوني أجيب لكم هكذا من هنا من القناة إعلان جاهز على سبيل المثال لحظة بس أنا مجهز يعني كذا بشكل سريع جدا إعلان لهذه المحاطرة أو لهذه الدولة بالكامل أول ما بدأنا فيها طيب صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله اللهم صلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين إذن هذا إعلان لك تزمين ضروري أنك تضع الشعار الخاصبة أما الشعار أو الخلفية الخاصبة شوفوا أنا وضعت أيش الخلفية الخاصبة المحاور ركز لي كيف يعني تصمم نفسه موجود الزمان موجود المكان موجود حاجاتها كذا تجذب الانتباه هذا يعتبر مثلا كأنه غلاف للحقيبة التدريبية أو بداية الحقيبة التدريبية هذا يعتبر إعلاني يا شباب إن شاء الله حنتعلم له إذن ضروري يكون في معك الشعار الأشكال مع الخط الأشكال اللي تختارها تكون في تناغم بحيث أن الخط اللي خلفها يظهر بشكل بارز عندك هذا إن شاء الله يوم قدن أو في النساء الخمسة هذه أشكال شوف كيف تختار الشكل تختار الشكل المناسب مع الخط هذا ممكن أنك ما تخترف لا في البداية لكن مع الاستمرارين إن شاء الله أنك حتخترف هذه الأشياء العنوان ضروري أنك تضع عنوان مثلا نشوفوا أنا أخترت العنوان دورة تدريبية شاملة ثلاث دورات في دورة واحدة اللي هو احتراف الفيسبوك عنوان تعلم التصميم عنوان لوحدة حملات إعلانية عنوان لوحدة هذا في كل سرط تسويد العنوان إن شاء الله حتتعلموا هذه الأشياء كاملة كذلك الشرح للعنوان كيف يعني الشرح للعنوان هذه يعتبر الشرح للعنوان مثلا هذا هو العنوان ثلاث دورات في دورة واحدة هذا العنوان ثلاث دورات في دورة واحدة طيب وإن الشرح للعنوان واحد اثنين ثلاثة أكرتك كمحاور اللي هو واحد احتراف الفيسبوك والإنستغرام واليوتووب والتيك توك إلى آخر إن شاء الله رقم مثلين تعلم التصميم زائد إنشاء المحتوى رقم ثلاثة حملات إعلانية ذات طريقة إلى آخره بلا 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 أوكي طيب كذلك أشباب تذكر محاور يعني ضروري أنك تذكر في الغلاف نفسه إيش الأشياء اللي حتأخذها في هذه المحاضرة إيش الأشياء اللي حتتعلمها في هذه المحاضرة خليني أجيب لك صورة غلاف طيب أنا بدخل على الكامفة اللي مجهز هنا للحقيبة التدريبية ونصممها جاهزة شوف المحاورة اللي ذكرتها لك في صورة الغلاف هذه هي الحقيبة هذه الحقيبة كاملة هذه الحقيبة حقيبة تعريفة مش بوعدة يكسين على سبيل المثال وشوف إيش الأشياء اللي أنا الآن قاعد أشرحها لك في الغلاف كلها موجدة في هذا التصميم شكلها موجدة في هذا التصميم ركز مع الآن ركز مع الآن هذه هي يا شباب أول شيء الشعارة الخاص بك هذا هو أنا البراند أو التعريف بالمدرر بنفسه إذن هذا بمتى يكون في وين يكون هذا يكون في صورة الغلاف الخاص بك إذن هذه أول شريحة هي الغلاف الخاص بالبحاظرة التدريبية إذن رقم واحدة العنوان دوضة بعنوان كيف تحقق داخل المادة من الجوال وكيف تصبح رائد أعمال وهنا ذكرنا الزمان وهنا ذكرنا الوقت إذن حتى تعتبر كأنها إعلان في نفس اللحظة طيب هنا المحاور هذه المحاور المحاور أنه مثلا من مميزات المشروع بدون الرأسمال بدون قبرات مسبقة بدون شهادة بدون مخاطرة بهذا المعنى إذن هذه تعتبر محاور يا شباب أو تعتبر من الميزات أو هذا يعتبره بحد ذات إعلان بس هي كتصميم للغلاف المفروض أنك تذكر هذه الأشياء بس لأنه أنا ما كنت مجاهز هذا شيء مسبقا ممكنني مجاهز مسبقا بس ما عندي الوقت أني أبحث عليه الآن طيب يا شباب إذن قلنا المحاور صورة المدرب أو بديل أو رمز مثلا إذا كانت إمرأة ممكنك تضعي صورة خلفية إمرأة أو مثلا إطار خاص بإمرأة المهم وتذكر الزمان تذكر المكان رقم التواصل في غلاف الحقيبة التدريبية نفسها أوكي ليش؟ لأنه مثلا أنت حتعطيهم هذا الحقيبة أو التصميم الخاص بالحقيبة مثلا بعد ما تكمل المحاضرة ترسل لهم كBDF أوكي هذا الBDF تبعك حينتشر طيب حينتشر كيف حيتوصلوا مع المدرب نفسه مثلا حيتوصلوا معك عن طريقة إيش؟ لأنك وضعت الرابط الخاص بك أو رقم التواصل الخاص بك طيب كذلك يا شباب الملحقات زائد إضافات كيف يعني الملحقات زائد؟ الملحقات زائد إضافات هذه تكتبها في الغلاف هذه خطأ صح؟ نعم تكون محور من محاور الغلاف لكن من الخطأ أنك تذكر إضافات كثيرة جدا ويكون تصميمك خربان يعني مثلا أنت كلما زادت الأشياء الموجودة في التصميم كلما كان جودته ضعيفة ولكن كلما كانت الأشياء الموجودة في التصميم قليلة جدا مثلا القطوط الرموس الكلمات قليلة جدا بيكون وواضحة وكبيرة هنا بيكون واضح جدا وجودته بتكون مرتفعة لكن كلما زادت العناصر البصرية وكلما زادت الأشياء في التصميم الغلاف نفسها بتكون هنا ردية فأنا أعمل لك هنا مثل الإشاوة انتبه أنك تزيد الإضافات هو محور ولكن إضافات تكون بسيطة جدا خفيفة جدا في الغلاف الإضافات المفروضة أنها تكون متى إما بعد الحقبة التدريبية أو تكون في نفس اللحظة الإضافات مع الملحقات أنك تذكرها أثناء الحقبة التدريبية هذه يمكن ما تتضح لك لكن ممكن إن شاء الله من الجزء الخامس حتى تتضح لك أكثر وأكثر كذلك شيء بضروري تكون جودة الغلاف مهمة جدا لأن الشخص أول ما بيدخل يستمع لك بيدخل يستمع لأول خمس دقائق إذا والله اعجب أسلوبك اعجب أدائك اعجب طريقتك وشاف أنه حق مثلا قد ربما البعض أداء ضعيف طريقتك في الإلقاء ضعيفة لكن بسبب أنه صمم حقبة تدريبية احترافية هذه هي اللي جعلت المتدرب ينجذب لمحاضرتك فبيستمر معك إلى النهاية فجودتها بتكون قوية إذا كان يوجد لديك طيب كيف أنا أحدد جودة الغلاف يعني جودة الغلاف إذا كتملت فيه هذه المعايير هنا بعرف أنه جودة الغلاف قوية جدا والكتاب يعرف من غلافه إذا ما عجبني والله الغلاف في الكتاب ممكنني ما أبطر على المحتوى اللي بداخله إذا ما عجبني الغلاف الخاص بالمحاضرة ممكنني ما أستمع لمحاضرتك إلى الأخير إذا ما عجبني الغلاف الخاص بالحقيبة التدريبية ممكنني ما أدرأ الحقيبة التدريبية بهذا المعنى فالغلاف مهم جدا يكون جودة عالية ومهم جدا يتوفر فيه هذه المعايير على أساس يكون جودته مرتفعة طيب أنا الآن أكلمكم بصوتي متعبة شوي بس يلا لأنه تأخرت عليكم فمهم جدا أني أعطيكم هذه الأشياء بالتفاصيل والله يسعدكم طيب الآن لحد الآن ما قد دخلنا في الموض قاعدين فقط نتكلم على أشياء قبل ما تصمم الحاجبة التدريبية ضروري أنك تجاهزها ضروري أنك تعدها ضروري أنك ترتبعها وبعدين حندثل الآن إلى داخل الحاجبة التدريبية وندكر إيش المحاور اللي ضروري أن نحن نذكرها داخل الحاجبة التدريبية أولا نبدأ بالمقدمة المقدمة أنا كذلك ذكرتها في نفس الفيديو ذكرت أنا في مقدمة أنه كيف تكتب محتوى كيف تكتب محتوى كتبن كتابة المحتوى أظن أنه لحظة بس أشوفها لكم هكذا على السريع أنا وأنتم نشوفه في نفس اللحظة مثلا تبحث على كوتش باكر بغفن كوتش باكر بغفن تعمل بحث حتظهر لك القناة ضغط عليها مباشرة حوريك وين هو أنا قلت لك والله ليوم مستعجر رجاء أن وقف الفيديو وغادر هذا الفيديو مش لك والله دوائم التشغيل حتضفل على قائمة التشغيل حتختار اسمها كرسة السجد للأكتنون الشام لشوفه ما إن شاء الله قد عملنا 44 تديو والله تستهلوا كل خير يا شباب يمكنها هذه أطول هذه خطوة بخطوة تعلم كيف تكتب محتوى بمعا أنا شرحت لك ركز معي الله يسعدك أنا شرحت لك الله أولي على العنات أنا شرحت لك ركز معي هنا صياغة عنوين جدا بكتابة مقدمة احترافية كتبنا كتابة مقدمة احترافية طيب يا شباب إذن مهم جدا إنك تطلع علي على المحاضرة رقم سبعة رقم سبعة ورقم ثمانية هذه لها علاقة بمحاضرة التاليوم علشان كده اللي يماشي معي من بداية الكرسوم اللي بيستفيده بشكل كبير جدا أوكي طيب الآن خلونا نرجع إلى المقدمة المبلدة ضرورة أنك تذكر في المقدمة الاحتياجة الخاص بالشخص هذا محور من محاورة المقدمة على أساس أنها تكون ناجحة كذلك ضرورة أنك تعمل في المقدمة سؤال أو نشاط على سبيل المثل شوفوا الآن أنا هنا في هذا المحاضرة إيش عامل لهم يا شباب نشاط في بداية أول سلايد أول سلايد أول سلايد نشاط عامل لهم نشاط كتصميم ما هو هدفك في الحياة هذا نشاط سألتهم الأنس وسؤال على أساس أنه يكون في إيش تفاعل إلي إيش لأن التفاعل هو اللي بيعطي جيمة للمدرب نفسه للشخص اللي بيلي المحاضرة نفسه فجزء من أجزاء المقدمة شوف أنا وين ذكرتها في الصفحة رقم سبعة مقدمة مباشرة أول عنصر بصري أنا شرحت لهم أو أول خطوة في المقدمة أنا بدأت معهم بنشاط أول شي لو تجي تركز هذه بهذا الطريقة نشاط عامل لهم نشاط النشاط ما هو أدفك في الحياة وبعدين شرحت لهم أصناف الناس على أساس أوضح لهم النشاط الآن إذن أول شي تذكر مثلا سؤال أو نشاط كذلك ضروري 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 تكون جودة الصوت أثناء ما أنت بتلقي المحاضرة مهم جدا محور من محاور نجاح أي مقدمة في أي حقبة تدريبية أو في أي فيديو أو في أي محاضرة أن يكون جودة الصوت واضحة فتخيل المدرب كيف بيشرح لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله حنتكلم على محاضرة مهمة جدا شفت 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 شير فرق فأنت هنا بتجيب لهم الخمول والله لو تكون المعلومات قوية جدا لو تكون المعلومات احترافية لو تكون معلوماتك ذهب ما هيستمعونك للأخير ليش لأنك جبت لهم النوم يا عزيزي وهم جدا يكون صوتك واضح جودة الصوت واضحة ما يكون في تقطيع في الإنترنت إذا لاحظت أنه أنت بتقدم محاضرة تلو الأخرى تلو الأخرى تلو الأخضى وفي تقطيع في الإنترنت عندك فهنا أنت يعني عندك هلل عندك هلل في جودة الصوت ومهم جدا كون جودة الصوت حتى في المقدمة قوية جدا مهم جدا حتى في المقدمة عادي ممكن يقضع في منتصف المحاضرة في نصف المحاضرة في نهاية المحاضرة ما في أي إشكل لكن في المقدمة احرص كل الحرص أن تكون جودة الصوت عالية جدا طيب كذلك تعرف بنفسك بداية السلام عليكم رحمة الله بركاته معكم المدرب باكر دكتور من اليمان السعيد اذكر مهاراتك عبر في بنفسك هذه يا شباب محاضرة لوحدها طبعا كل محور من هذه المحاور أو كل مكون من هذه المكونات المفروض ان احنا نعمل له محاضرة كاملة وانا قد شرحتها لكم في محاضرات سابقة كيف تختار مقدمة كيف تسويه كيف تعمل لكن كطريقة إلقاء وكمهارة إلقاء هذا ممكن ان شاء الله نشرحها لكم في كورس انه كيف تكون مدرب محترف بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله حيقول لكم في كورس على هذا الجنة مستقبلا وكيف تكون انت مدرب محترف هذه تعتبر أساسيات لهذا الكورس هذا الآن أنا قاعد أسفك لهذا الكورس يعني مستقبلا لما أنا أجي أكلمك اقدر أتكلم تكون قدك عارف كيف تصمم كيف تجهز حقبتك التدريبية بعدين تعال أعلمك كيف تتكلم كيف تلقي كيف تسوي كيف تعمل كيف تتخاطر متى ترفع صوتك متى تخفض صوتك هذا مستقبلا ان شاء الله طيب طيب عرسنا الآن بعد ما تعرف بنفسك ضروري تكون كلماتك في المقدمة قوية ضروري يعني تشوقهم ضروري تجذب الانتباع ضروري تكون في المقدمة حاجة كذا تجذب الشخص ممكن تكون عبارة عن سؤال ممكن تكون المقدمة عبارة عن يعني ممكن تكون عبارة عن كلمة تطير الفضول خمسة أشياء لو عرفتها حتتغير حياتك أثرت الفضول صح إذن ضروري تكون في كلمات قوية موجودة في المقدمة والكلمات القوية هذه ممكن أن تكون عبارة تعريفية ممكن الكلمات القوية أنك تجيب لهم مثلاً هكذا يعني عبارات راقية عبارات إيجابية عبارات تحفيزية تبدأ بتحفيز المقدمة سر أعظم سر من نجاح أي حد يبقى تدريبه إذا أنت المقدمة تبعك ضعيفة والمحاورة الموجودة في داخل المحاضرة القوية ما ستنجح نادراً ما تجد شخصيات نجحة نادراً بس في شخصيات والله نجحة فقط لأن المقدمة عندها قوية بس أن المقدمة عندها قوية وممكن تكون المحاورة في النصف أي كلام لكن المقدمة كانت جذابة ونجحة أنا قاعد الآن أكلمك والله على شخصيات أنا أعرفها شخصياً ونجحة فمهم جداً تكون كلمتك قوية طيب في المقدمة تذكر له منه إيش طيب عني يا شباب اللي حستمر معي إلى نهاية هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى حعطيكم هدية أنا اليوم سأكلمكم على هدية في نصف المحاضرة حدي إن شاء الله أنا اليوم سأكلمكم على هدية في آخر المحاضرة ممكن أهم معلومة حذكره عنك في نهاية المحاضرة شف شف شفك عملت لك بالمقدمة مثلاً بأذن طريقة تعمل أو تتكلم بأذن طريقة هذا أثناء الإلقاء أثناء الإلقاء أو أثناء تتكلمهم في التصميم نفسه في التصميم نفسه تذكره وانت قاعد تصمم اللي حيستمر معنا إن شاء الله إلى نهاية هذه المحاضرة حيفصل على شهادة مثلاً تذكرها في التصميم تذكرها في التصميم علشان تثبت بدماغهم والله انهم حيستمعوا لك بآذان سارية ليش لانك قدمت لهم هدية لانك قلت لهم مثلا في نهاية المحاضرة انا حاقدم لكم ان شاء الله رابط حضور او رابط تسجيل حضور اذا وظن بدني استمر الى نهاية المحاضرة على اساس اني اقدر اسجل وعلى اساس اني احصل على الشهادة على اساس اني يكون معي كذا كذا بهذا الطريقة طيب ضروري تكون كذلك يا شباب في المقدمة الصراحة كيف يعني الصراحة مثلا خليني اجيب لك مثال اخي الكريم الله يسعدك هذا الفيديو مش له اذا انت شخصية مستعجلة وما تريد انك تصبح مدرب هذا الفيديو مش له انا اليوم هطول معك اذا انت مستعجل رجاء ان غايدر الفيديو خليك صريح معه لا توعد بشيء وهمي وانت مش صادق مثلا شخص تدخل معك وتقول ان شاء الله في هذا الفيديو حتتعلم وحتعمل وحتسوي وحتكسر الدنيا ليش يا اخي تكتب ما حتنجح انت بالعكس انت قاعد تدمر نفسك قاعد تدمر البراندا الخاص قاعد تدمر انت بحد ذاتك علامة تجارية ليش قاعد تدمر نفسك كمدرب والله انك يعني بسبب انه هذا النقطة بس ما عندك الصراحة فيه خلل كبير جدا وفيه شخص قاعد كل شوي افتحها لها بمزاج اوكي خلونا يكمل معكم بالرغن فيه ازعاجات بس حكمل حكمل ان شاء الله طيب يا شباب اذا عرضنا هنا الصراحة مهمة جدا ننتقل الان ممكنك المقدمة تكون حبارة عن قصة انا بدأت اول ما بدأت في بداية صناعة المحتوى كنت شخصية ما عارف اني اصمم ولا اسوي ايش اجذبهم بقصة انا وين في المقدمة وانا ذكرت هذه الاشياء والله بالتفصيل في المحاورة السابعة رجعني ارجع لها وشاهدها وتابعها في الكامل حاستكد اكثر شيء انا استستك من قبل الان لما اجيء اتكون لك شيء انا اكيد قد شرحت لك من قبل طيب يا شباب طيب كذلك تذكر اللغم في المقدمة احنا اليوم ايش حنتعلم ايش حتستفيد انت ما هي الاشياء اللي حتستفيدها ليش لانه انت عندما تكلم الشخص ايش الاشياء اللي حتستفيدها هذه النقطة هي اللي حتجع للشخص يستمر معك الى نهاية المحاضرة هذه النقطة بس كيف ايش حستفيد معك تذكرها ايش حنتعلم اليوم حنتعلم اليوم وعفة 2-3-4-5-6-7 هذه كلمة ايش حنتستفيد عبارة عن مكون من مكونات المقدمة وفي معه محاور يا ريت تكون الآن فرقت بين المكون وبين المحاور يعني أي حاجة موجود معها محاور تعتبر هي مكون ولكنها محور لشيء أكبر منها ما حستعب خلنا نخرج من هذا الشيء نكمل معك نكمل طيب بعدين الجذب البصري الجذب البصري يكون فيه تناغم في المقدمة ولما أنت كعت تتكلم يعني أنا أعرف والله العظيم الشباب فيه مدربين كيف قاعدين يسووا مدربين قاعد فقط يتكلم بلا 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 والشاشة طافية ما فيه لا عرض تقديم ولا فيه شيء الشخص استمع لدقيقتين ثلاث أربع خمس خاصة إذا كان اسلوبه مش محفز المتدرب تمسر الأعداد بدأت تقل المغادرات بدأت تزيد ليش؟ لأنه هذا الشخص ما عنده تناغم بصري لكن لو كان فيه تصميم موجود ممكن التصميم البصري يحل خلل التحفيز إذا كان هذا الشخص مش محفز طيب جميل جدا أشوف صوت يتعب شوي طيب الموضوع الثاني أشراكم يا شباب نخلي هذا الجزاء وهذا جزائين ما ينفع يعني قدوا أجزاء ونزد الجزاء ما ينفع يلا خلونا نكمل معكم الآن رومان والله العظيم يعني صوت يتعب شوي بس خلونا نكمل معك كذلك يا شباب المكون اللي بعده مباشرة بعد المقدمة الموضوع الأساسي خلاص جهسنا المقدمة لأن ادخل إلى الموضوع الأساسي في الموضوع الأساسي إيش هتذكر هتذكر لهم في الموضوع الأساسي إيش المحاور الأساسي اللي هتأخذها هذا المحور الأول هتذكر لهم إيش المحاور الفرعية خلاص إحنا اليوم مثلا حنتعلم إن شاء الله أنواع الناس أو أنماط الشخصيات خلاص عرفنا أنماط الشخصيات هندخل له كل شخصية كل شخصية يوجد لها واحد اثنين ثلاثة أنماط الشخصيات من حيث التعامل أنماط الشخصيات من حيث التفكير أنماط الشخصيات من حيث مثلا تقبلهم للفرص محاور فرعية لمحور أساسي وبعدين تبدأ تفرغ لهم الكأس في البداية في بداية الموضوع نفسه تفرغ لهم الكأس لأنه إذا ما فرغت لهم الكأس ممكن أنك ما تقدر توصل لهم معلومتك وممكن أنهم ما يتقبلوا فكرتك لكن لما تبدأت تجيب لهم أشياء قبل مثلا شوفوا كيف يفرغ الكأس ركز معي هنا الآن الآن قاعد أفرغ الكأس أريد أني أكلم الناس على فكرة مشروع فقاعد أكلمهم على أنماط الشخصيات أنه في شخص بيتقبل الفرصة وشخص ما قاعد يتقبل الفرصة هذا هو هذه مثلا شوفوا يا شباب هذه الثرائد نفسه افرغ للكأس قاعد أكلمهم أنه في أصماف من الناس بلا هدف أنا الآن قاعد أعرضهم فكرة المشروع وهدف فقط يأكل ويشرب وصم قاعد أفرغ الكأس هذه فقرة فرغ الكأس بعد ما أفرغ الكأس شوفوا بدخل مباشرة ميزة فرصة العمل خلاص بدخل لي لفرصة العمل يعني قبل فرصة العمل أو قبل ما أدخل في موضوعي الأساسي قاعد أنا أفرغ للكأس طيب جميل جدا بعدين أتدرج لفي الأفكار ما أدخل لبوم في الموضوع التابعي مباشرة لا 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 فرغت للكأس الآن أتدرج لفي الأفكار بحيث أنه أدر وصلنا الفكرة بشكل كامل سبحان الله الإبداع في الإقناع هو في التدرج سر من أسرار الإقناع التدرج مشكلتنا لما نجي نكلم شخص مباشرة بدخل له في الموضوع رأسا عندي لك اليوم مشروع في شركة دي أكس إن هذا الشركة عالم طيب وين المقدمة وين التدرج في الأفكار أين المحاورة السابقة فأنت الآن لو تريد أنك تكون مدرب محترف التزم لي بهذا المحاور يا خلق الله يسعدك طيب تطبيق عملي لإيجاد أفكار المحاور والله أني كنت حعطيكم هذه النقطة بس أنا حكلمكم الآن كلام لأنه مرهق شوي وتعب شوي وهو الأفضل اللي ما سيسجل لكم المحاضرة وأنا مرهق لكن لأني والله العظيم تأخرت عليكم بمجد أني أعطيكم كل معلومة بس خلق لأن أشرحها لك أول خطوة ممكن أنك تتابع محاضرات لمدربين هذه النقطة الأولى النقطة الأولى اجي مع معلومات استمع لمحاضرات تدريبية رقم اثنين ابحث بنفسك ابحث في معك منصتك وارأ أي سؤال موجود إجابته في نفس اللحظة أهم نقطة لإيجاد المحاور يا شباب أهم نقطة لإيجاد المحاور هو الحدث أو التفكير فكر خلي عندك عاصب ديني وإن شاء الله توصل للنتيجة شوف شوف كيف تجد أفكار مثلا أنا كتبت لك هنا عدة محاور من مين تجد أفكار المحاور الأول أنك تتابع مدربين خبراء في المجال المحاضرة التي أريد أنك تقدم فيها محاضرة رقم مثلين تابع فيديوهات على اليوتيوب أدخل بحث على الموضوع جمع قدر كبير جدا من المعلومات لا تتوقف ولا تعتمد على مصدر واحد عدد مصادرك خليك مبدع خليك محترف عندما تعتمد على مدرب واحد أو على شخصية واحدة يعني أنت الآن تعتبر مقلد مش عايب أنك تقلد في البداية هل عايب أنك تستمر في التقليد والله مش عايب أنا بدأت مقلد ولازالت موجودات فيديوهات على قناتي في اليوتيوب أنا قلدت مدربين آخرين وما عملت فيها إخبار لازالت موجودة على أساس أني أعلمك أنه أي إنسان بدأ بدأ مقلد مش عايب أنك تقلد والله والله مش عايب العايب أنك تستمر في التقليد يعني تمر عليك سنة وأنت لازلت قاعد تعتقد مدربي يعني محاضرات الآخرين متى حتكون يا أخي أنت تضعب أمام فريقة متى أنت حتظهر كبراند وكعلامة تجارية الوحدة أخي الكريم الله يسعدك مهم جدا وهم جدا أنك يعني تتفرض تتميز تدريباتك بمحاضراتك أنت اللي تكون الواجهة أمام فريقة طيب كذلك يا شباب ممكن يعني تستعينوا في إيجاد أفكار بالذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي مثلا والله إني ضروري أحشرح لكم حشرح لكم بيك عمل إن شاء الله الآن حانا أدخل مثلا على جيميني أو جوجل بارد في أداة أخرى في أداة أخرى ممكنني أشرحها لكم مستقبلا أداة أقوى من جوجل بارد مستقبل إن شاء الله أنا قاعد الآن في فترة تجربة لها سأعطيها لكم إن شاء الله هدية في المحاضرات القادمة هي ترتبر رقم واحد عالميا في الدكاء الاصطناعي رقم واحد في النصوص وفي تجميع الأفكار رقم واحد سأجيب أحركم إن شاء الله مستقبلا أنا قاعد الآن أجرب عليها على أساس أستطيعني أقدم لك شرف كاهل ووافع عليها إن شاء الله فمثلا شوفوا ساعدني بإيجاد أفكار في محاضرة تدريبية تعريفية تعريفية بمشروع ديكسين بمشروع ديكسين مثلا شوف شوف ستعين بالذكاء الاصطناعي بس بعد أيش أنا شوف عملت لك المصادر ظلول أنك تمشي عليها بالترتيب أخي الكريم الله يسألني يعني مثلا شوف ابدأ بقصة نجاح شخصية أو قصة نجاح لأحد الأعضاء في ديكسين فتطلح أسؤلاء تفاعلية يا السلام وكأن الأفكار يا السلام اللي قاعد تجيبها الذكاء الاصطناعي يوافقك عليها قلت أقدرون أنك تطرح في بداية البداية في المقدمة أسئلة وأنشطصة استخدم عرض تقديمي جداب بصرين يا السلام وهذا اللي قاعدين نشرحه أوكي اذكر بعض الإحصائيات حول نمو صناعة الصحة والآفية وفرص النجاح فيها يعني لا تدخل في المؤمن مباشرة ضعوري أنك تفرغ الكأسة هي النقطة ها بعدين تعريف بالشركة هنا بعلمات هذا المحور الرقم واحد إذن في البداية ذكر لك أيش مقدمة وشوقة مش أنا ذكرت لك هذا النقاط ولا لا لا وزدت لك أكثر من هذا النقاط وكم ذكر لك محور اثنين ثلاثة أربعة أربعة صحة طيب تعال شوف باكر كم ذكر لك أنا قلت لك الممكن ما تجد هلا بي ذكر صنع ولا شي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 كم؟ 11 محور ذكرت لك أكثر من الذكر طيقاش بعدين تدخل لتعرف بالشركة تاريخ الشركة وقصتها بإيجاز والله الشركة بدأت عن كذا كذا طبعا ذلك الاصطناعي ما حيجعلك ممدع نصيحة إذا أنت ما تابعت مدربين وخبراء ما حيجعلك ببكال الاصطناعي مبدع والله والله أنا قاعدة كلمة من داخل قلبي لأني أتمنى أني أراك يوم من الأيام مدرب محترف وترفع أراس قائدك والشخص الذي يدلك وترفع رأسي أنا واثق فيك وأنت إن شاء الله قدها الله يسعدكم إذن الذكر الاصطناعي كذلك الإطلاع أكثر شخصيات مبدعة في التدريبات هي أكثر الشخصيات المطلعة يعني تجد أنه عنده أفكار من عالم ثاني لأن هذا الشخص مطلع في مجال كذا مطلع في مجال الصناعة مطلع في مجال كذا مطلع في مجال الذكر الاصطناعي مطلع في مجال حتى تجد يجيب لك والله أنا في فريقي وأنا أحييهم من هنا ولهم مني كلمة شك والله لهم مني كلمة شك سبحان الله أجد أن هذا الشخص مهلوماته تذهلني باكر ما يعرف لها في ذكرة الصناعية أيوة فيني الشخصيات سبحان الله يعني من فريقي قاعدة تعطيني مواقع لذكاء الصناعي وتعطيني مهلومات في الصناعة وتعطيني ملخصات جدا رايعة يشكروا على هذا والله ليش؟ لأن هذا الشخص عندك الطلاع عندما تكون عندك الطلاع بتكون أفضل من قائدك بألف مرة متابعة خبراء تابع صفحات يا أخي في مجالك في مجال المحاضرات اللي أنت بتقدمها تابع صفحات تابع قنوات تابع حسابات تابع شخصيات وسر من أسرار كذلك إيجاد أفكار لمحاضرات تدريبية أنه مثلا تحضر حضور دورات ويكون عندك أصف ذهني طيب إيش رأيكم نرجع لنا الدكال ثاني نشوف شوفها بيقول لك إيش تعمل حتى أعطاك مثلا شرح وخطة العمل والفرص المتاحة وتشرح لهم كيفية الانضوام والتسجيل وتركز لهم على فرص النمو وتطور الشخصي والمهني في هذا المشروع وإيش هستفيدوا وبعدين تدخل لهم إلى المحورة الواضع المنتجات تعرض لهم أهم المنتجات بعلمها كيف تسوي بعلمها كيف تعمل شفت شفت كيف يعني اليوم عندك خبير في أي مجال أنت إذا أذكر أصلاعي لو عرفت أنك تستخدمها صح كيف شراب طيب بعدين نسي الأخير في الأخير في الأخير في الأخير تعطيهم نصائح في البداية أنا أنصحكم أنكم تتابعوا المحاضرة الفلانية تعملوا الشيء الفلاني أنصحك أنك ما تضيع الفرصة تعطيهم نصائح وننتقل الآن إلى الخاتمة الموضوع اللي بعدها الخاتمة طبعا في الخاتمة تعطيهم مراجع سريعة اليوم إن شاء الله تعلمنا في محاضرة اليوم أنه كيف نجهز إعلان على سبيل المثال شوفوا الآن أنا سأعمل لكم هذا الخاتمة تعلمنا لهم إن شاء الله كيف تعمل إعلان ما هي محاور الإعلان وكيف تصمم الإعلان بصرياً أو الإعلان النصي بالنسبة للإعلان المرئي إن شاء الله هنتعلم له في الجزء الخانس وكيف نحول هذه الأشياء إلى تصميمات بإذن الله سبحانه وتعالى تعلمنا اليوم أنه كيف نختار عنوان وما هي محاور العنوان الاحترافي وتعلمنا أيش محاور الغلاف وإيش نكتب داخل الغلاف ومتى نعمل الغلاف وإن يكون الغلاف في الحقيبة التدريبية في بداية الحقيبة يكون إنه الغلاف الخاص بالحقيبة وتعلمنا كيف نكتب مقدمة ملفتة أو كيف نختار مقدمة ملفتة وما هي محاور المقدمة الملفتة تعلمنا كذلك إن شاء الله ما هي مثلاً الأنشطة والتمارين وكيف تعمل نشاطه وكيف أن تكون محاضرتك تفاعلية وكيف أنك تعمل صح أم لا النشاط التمارين هذا أنا ذكرته أم لا ما ذكرتها لكم صح إلا أن لا ذكرت جائزة أو هدية تنشيط وتركيز خطوات عملية والله ما ذكرت يا شباب خلاص إن شاء الله خلونا نذكر لكم الآن أول شيء تبدأ بسؤال أو استفتاء وتعطيهم كذلك واجب ممكن من الأنشطة والتمر اللي نتعملها في حق البتاك التدريبية كذلك تعمل لهم قياسة للمعلومات مثلا قبل ما تبدأ المحاضرة تقول لهم هالشباب ممكن يعني تعطوني إيش تعرف أنت عن فرصة العمل عن الموت هل قد اشتغلت من قبل في فرصة عمل عن بعض تعمل لهم قياس للمعلومات نفسها مثلا تعطيهم تريد أنك تقدم محاضرة على الخطة المالية لشركة ديكسان على سبيل المثال طيب تدخل تعمل لهم اختبار وتقول لهم مثلا لو كانت مجموعة نقاطك التراكمية في الشركة 500 نقطة كم تكون نسبك 4 بتجوه وفي مدى استيعابهم هل هم فاهمين لهذه النقاطة الأساسية إذا ما هم مش فاهمين ضروري أنك تتطرق لهذه المعلومات التدريبية يعني تعمل لهم قياس للمعلومات وفي نفس اللحظة يعني تعطيهم أبرز يعني إبراز للمهارات أفراء أنت ما بتعمل لهم هنا نشاط أو تدريب أو تمرين أنت هنا بتبرز مهاراتهم بتجد شخص ما شاء الله يعني يعطيك معلومة أنت أول مرة تسنع به في نفس اللحظة تعطيهم تعمل بينهم منافسة والتحدي طيب يا شباب اليوم إن شاء الله أنا أتحدى حيكون بينكم إن شاء الله منافسة حنختار أول ثلاثة شخصيات حتكون أكثر تفاعل معنا في هذه المحاضرة تعمل بينهم منافسة وتحدي بنفس اللحظة تعمل لهم تنشيط وتركيز طيب مثلا أنت الآن عملت المحاضرة لمدة أربعين دقيقة طيب يا شباب الآن أريد منك إنك توقف إنك تستمع وتروح تشرب لك كاسمة وترجع وتقوم وتوعد تعمل لهم تنشيط إذا كانت المحاضرة طويلة ليش علشان ما يمل؟ لأن سبحان الله مدة استيعاب العقلة الطبيعية البشري أربعين دقيقة فوق أربعين دقيقة ما هاتي استوعب؟ إذا بعد استوعب بالنسبة لي أنا شخصيا هي فيديوهات مسجلة يقدرنوا يرجع لها مرة تاني لكن محاضرة كبت مباشر ما هيقدرنوا يرجع لها فمهم جدا أنك تعمل لهم هكذا فترة استراحة يعني تنشيط وتركيز وأنت بتلقى المحاضرة التدريبية نفسها أوكي؟ يعني حتى ممكنك تذكرها في التصميم تقول لهم خلاص الآن وقت استراحة لأنك حاسس إنه عندما توصل إلى هذا السلايد أو إلى هذا العرض التقديمي أو إلى هذا الشريحة عارف إنه حتأخذ منك إلى هنا أربعين دقيقة خلاص قدك وصلت إلى الأربعين دقيقة فهي حتى تكون لهم تكتب لهم كتابة الآن فترة استراحة خمس دقائق فترة استراحة عشر دقائق يا السلام عليك والله العظيم منك هتخرج مدرب محترف إن شاء الله طيب يا شباب كذلك تعمل لهم اختبار طيب إن شاء الله بعد فنكمل هذه المحاضرة فيما يكون اختبار إن شاء الله نحرس لكم رابطة الاختبار المطرم أنك تدخل تحني لي هذا الاختبار تلسل هي النتيجة على الخاص خلاص عملت لهم اختبار الشطم في تفاعد ليش تقول له فيه اختبار على أساس يكون مركز ومصح صح معك اسمها نشاط أو تمرين يعني نشاط يكون نشاط تمرين معنات أنه يبدأها كذلك يتحرك ويكون متفاعل معك طيب وتعطيهم في الأخير أكثر شخصية حتجاوب على أو أكثر شخصية حتجيب على ما في هذه المحاضرة حتحصل إن شاء الله على هدية الهدية هذه إن شاء الله يوم غداً حيكون فيه معها جلسة خاصة أو حيكون لها استشارة خاصة أو هذا الشخص إن شاء الله حيحصل على المنتج الفلاني تعمل لهم هكذا اختبار أو غدية الأساس يكون فيه أكثر تفاعد طيب وكذا لك تعلمنا اليوم يا شباب الموضوع الأساسي إنه كيف تكتبه وكيف تختار محاور فرعي ومحاور أساسية شوف المحاور الأساسية هذه هذه محاور أساسية اللي باللون الأسود المحاور الفرعي مثلاً شوف هذا محور أساسي من الموضوع محور أساسي تطبيق عمري قلت لك حاجة يبلك إن شاء الله المحاور الفرعي هاري الزرقة اللون يبلون الأسود هذه محاور فرعية محاور فرعية لمن لهذا المحور لهذا المحور فقط طيب الآن إذن غرفنا في الخاتمة ضرورة أنك تعمل له مراجعة سريعة تعمل تسويق للمحاضرة القادمة إن شاء الله أنا قاعد حتى في الموضوع نفسه قاعد أسوق للمحاضرة القادمة اللي هي الجزئية الخامسة وهي تعتبر هي الأهم المحاضرة الخامسة بدونها كل هذا الكلام دشر المحاضرة الخامسة هي اللي حتظر أبداعك المحاضرة الخامسة هي الأساس كل هذه الأشياء الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والله هادية مني لك فقط أما الجزء الخامس هو الأصل في المحاضرة رقم 33 هو الأصل والأساس إنه حضي طالما كيف تصمم هذه الأشياء كاملة كل هذه الأشياء اللي أنا اللي أمامك حنحولها به التصميم إذا حولنا هذا التصميم ما باقي عليك إلا أن تتعلم طريقة الإلقاء بس وهذا إن شاء الله في كورس له كيف تكون مدرب محترف مص تكبلا إن شاء الله كذلك يا شباب ويا أخوات أنك تعطيهم تكلف وواجب هذا في الختام أراصل اليوم إن شاء الله المطلوب منكم يا شباب أنكم تستمعوا للفيديو الفلاني وتعطوني ملخص يوم قد إن شاء الله حنبدأ قبل المحاضرة بعثرة دقائق نطلع على ملخصاتكم ونطلع على أراءكم أو ممكن تعطيهم تكلف وواجب يوم قد إن شاء الله أنا هختار ثلاث شخصيات أو أربع شخصياتها كده اختيار عشوائي حطلعكم معني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أنا كده تقول لهم أنت الآن مش قاعدة أكلم لكم أنتهم بس تقول لهم أنتها كده حطلعكم إن شاء الله معني بإذن الله سبحانه وتعالى في البث تتكلموا وتشرحوا هختار شخصيات عشوائية علشان الكل يكون مستعد يعني ما تقول لهم هختار شخصيتين معروفة وتحددهم لا هختار شخصيات عشوائية علشان الكل يقول ممكن يختارني أنا طيب يا شباب وبعدين تعطيهم شكرا والله شكر لكم فعلا شكر لكم فعلا لأنكم استمعتوا لحد الآن إن يستمع لحد الآن هو شخصية مهتمة فاللي قاعد لحد الآن أنا الآن أكلمكم أنتم أيوة مش من ضمن المحاور قاعد أكلكم أنتم بركزوا معي اللي قاعد لحد الآن يستمع لي اكتب لي مهتم أشوف كم شخصية والله استمر معلها باللحظة ضجاء على أسس أشوف يا شباب طيب وبعدين تعملهم كده تحضير مثلا تقول لهم أنا حرس لكم إن شاء الله ربط الفضور اللي حضروا معنا إلى نهاية المحاضرة على ستعرف من حضر معك إلى نهاية المحاضرة فالتحضير أنا الآن إيش قلت لك ضروري أنك تكتب لي كلمة مهتم علشان أشوف كم شخصية استمرت معي إلى هذه الدقيقة ويبتها بعدين في الأخير تعطيهم نصاح شوف حتى هنا ممكن قصة النصاح تأخرها إلى هنا ما في أي شكالي إما تذكرها هنا أو تذكرها هنا مباشرة وبعدين في الأخير الدعوة والتحية سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر وكنتوب إليك وبالنسبة للملحقات يا شباب إن شاء الله أنا حرس لكم أحضر لكم روابط المحاضرة السابعة والمحاضرة الثامنة في وصف هذا الفيديو مباشرة حتطلوا عليها بكل بساطة إن شاء الله طيب إن شاء الله إذا أنت تعرف الملحقات إيش قلت لك حاجيب لك روابط ملحق إذن الملحقات ممكنني حرس لكم هذا العرض التقديمي أو هذا البي دي إف حرس لكم مثلا على سبيل المثال إن هذا يعتبر ملحق من الملحقات حرس لكم إن شاء الله مستند تكليف أريدك تحللي هذا الواجب مثلا أنا حجهز لك التكليف أو الواجب داخل مستند حرس لكم وأن تحللي بعدين تعطيهم رابط فيديو أو موقع وأنا شرحت لك مثلا اليوم قاعد تشرح أنت على موقع أو على تطبيق تعطيهم رابط الموقع والتطبيق بعدين ننتقل مباشرة إلى فيديوهات توضيخ خلاص إن شاء الله حرس لكم اليوم بالنسبة للشخصية اللي حضرت معنا متأخرة في هذا البث عن السبيل المثال تقول له ما كذا هرس لكم فيديوهات توضيحية للي ما قدر منو يحضر معنا مبدأة اللقاء مهم جدا والله لو التزمت لي بهذه المحاور كاملة إن حقيبتك حتكون ناجحة ألف في المائة صندقني هذه التجربة وليس قاعدك أجيب لك كلام ديش بعدين تعطيهم مثلا شروحات إضافية إما رابط مدونة أو رابط صفحة أو رابط فيديو أو رابط أي شي شروحات إضافية على أساس أنه مثلا أنا اليوم قاعد أشرح لكم إنه كيف تكون مدرب خلاص إن شاء الله أنا حرس لكم رابط لفيديو مهم جدا أنك تكتسب مهارات قيادية يعني شروح إضافي بجانب الشيء على شهر أنك تتوسع به طيب وبعدين في الأخير مثلا هذه نقطة مهمة جدا عملت المحاضرة كمل وأنت قاعد تدرب على الواتساب مثلا أو عملت المحاضرة بث مباشر والشخصيات المتدربة معك موجودة في مجموعة ترجع لهم على المجموعة تفتح المجموعة تعمل تسجيلات صوتية اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعلمنا واحد اثنين ثلاثة يعني زي تعمل لهم شروحات إضافية في بصمات صوتية بصمات صوتية يعني بصمات يعني تسجيل صوتي يعني تسجيل صوتي تعمل لهم واحد اثنين ثلاثة اليوم تعلمنا وبعدين انتقلنا إلى النقطة الثانية وتمحوا وتكلمنا في النقطة الثانية على واحد اثنين ثلاثة ليش يا السلام في شخصيات سبحان الله ما قدرت الناس تحضر معك في المحاضرة عندما ترطيهم هذا الطريق أنت هنا غطي جميع الجوانب ما تركت عليك ولا عيب واحد مدرب محترف بمعنى الكلمة إن شاء الله وبعدين ترطيهم خدمة ما بعد التدريب خلاص في شخصيات أي شخص مستوعب أي شخص عنده سؤال أي شخص عنده استفسار ممكنك تسألني في اللقاء هذي ممكنك ترطيها هذا الخدمة في معك خدمات ما بعد التدريب وخدمات أثناء التدريب في نهاية المحاضرة تقولهم أي شخص يا شباب عنده سؤال أو استفسار وتفتح لهم المجال للأسئلة والاستفسارات طيب في معك خدمات ما بعد التدريب خلاص دع عملت المحاضرة تقول لهم أي شخص عنده سؤال أو استفسار يتواصل بخدمة العملاء أو يتواصل بالمشركين الموجودين في القلوب أو في المجموعة هيتواصلوا معكم مباشرة شكرا لكم الله بحجم الأرض والسماء شكرا لأنك لنزلت مستمر إلى هذه اللحظة أتمنى لكم إن شاء الله ترفقوا النجاح أراكم يا رفع المراتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته